اسماء الله عز وجل توقفية فلماذا العلماء اختلفوا في تحديدها بعضهم لان كل مجموعة من العلماء عملوا شروط معينة لتحديد اسماء الله على حد الشروط بتاعته دي ان انتبق الاسم ايه اعتبرها اسما ففي علماء توسعوا في الشروط في علماء ضيقوا في الشروط وبالتالي اختلفوا شوي لكن اسماء الله كثيرة بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ان يسألكوا بكل اسم ان هو لك سميت به نفسك وانزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك تبقى اسماء ربنا كتيرة لا يعلم حصرها الا الله سبحانه وتعالى حتى ان النبي في حديث الشفاعة بيقول ايه ثم اسجده تحت العرش فيلهمني الله اسماء لا يلهمنيها الا في هذه اللحظة يعني هو نفس هو الحال الدنيا مش فاكرها فادعو الله بها فيستجاب ويقول لي ارفع رأسك واشفع تشفع وسال تعطى تهمت يبقى ربنا سبحانه وتعالى واسماء كثيرة لكن على اي حال هم العلماء قالوا على اي حال ما تجيبش اسم تستنبطه لله يدل على نوع نقص ما يلقش يعني ربنا مسلا بيقول ايه ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين فما تقولش ربنا مكار ليه لان هنا جاءت في الايات بمعنى ايه بمعنى المشاكلة اللفظية لكن ليس هو اسما خاص بلا لان المكر يكون من العاجز وهو ايه وهو انه يعمل حاجة خفية مخافة ان يرى احد لانه خايف ان يزهر والله مش عاجز وبالتالي ما نفعش يبقى تقول عليه مكار ما ربنا الخير الماكري يا ابني انت مش فاهم ده جاء مشاكلة لفظية يبقى ما تستنبطش حتى من القرآن اسم لله الا ايه ازا كان يوافق كمالا ولا يدل على نوع نقص ما ينفعش مسلا لما اعتردوا على على الدكتور مصطفى محمود الله يرحمه كان في بعض البرامج اللي بيعملها العلم والايمان كان برنامج مشهور كان ساعات يذكر بقى بعد ايه النظام الله في الكون وفي العلم الحشرات والحيوان والطبيعة يقول لك مهندس صنعها مهندس فصرف يعني ايه فوصف الله بالمهندس فاعترض عليه علماء الازهر قالوا له ما يصحش كده لان المهندس والذي يعملوا الاشياء بايه بالخطوات وايه ويحتاج الى معالجة الاشياء اما الله سبحانه وتعالى فهو بديع مبدع ايه فاطر يعني خلق على غير مثال سابق وخلق من عدد فانفاش له عليه مهندس المهندس بيهندس من شيء موجود فاهمت ويحتاج يعالجه كتير خطوات كتيرة فين على ما يطلع وبين ابداعه فما ينفاش له على ربنا مهندس فاهمت عشان كده لما قالوا له كده بطل يقول المهندس فاهمت لان هو مدرس في الازهر مصطفى محمود هو يقصد ان يبين لك ان الله له تدبير بديع يعني له تدبير بديع هو يقصد هذا ما يقصدش ايه النقص لكن انه مدرس في الازهر ومعندوش عمق في اللغة فاخطأ في بعض الاشياء والرجل لما نبهوه انتبه وخلاص والحمد لله فعلشان كده الواحد ياخد باله ايه انك انت يعني تقول مسلا ربنا مريد لكن ما تقولش ربنا عايز او عاوز لان عاوز في لغة العرب معنى برضو يريد يقولك يعني ايه انا عاوز كزا طب قال لك ليه لان عاوز جاية من العاوز والعاوز معنى الافتقار للشيء فما تقولش ربنا عاوز كده او عايز كده تخليها يا ايه اقوائية يعني ممكن تقول عاوز وعايز يا ايه اقوائية تمشي لكن ليه قال لك العلماء ما يصحش تقول ربنا عاوز كده زي ما بيقول الناس العوام ساعات بس ربنا عايز كده بقى ما عايز نصبر الساعات العوام يقوله كيف استكلمه يقولك هذا لا يليق لعالم في اللغة لان العاوز هو الفقر والافتقار للشيء ادي معنى العاوز والله غني وبالتالي تقول ربنا يريد ولا تقول ربنا عايز فهمت يبقى لازم ما تتكلم على جناب العاوز عز وجل وده جناب عالي واخد بقى انك انت تتخير الالفاظ التي تليق وتكون عندك نوع من الادب وكذلك الجناب الانبية لما تيجي تتكلم على الانبية لازم تختار الالفاظ اللي تليق فهمت فما تقولش مسلا ايه ان ربنا شفت سيء انا مرة مسلا كنت بقى في مسجد من المساجد في مسجد قايد باقي اللي في المانية اللي كنت انا بدي فيه دروس اجل منقل المواطن. فبيجوا جامعة التبليغ والدعوة ساعات يجي يصلوا لعيشة ويدي بيان بعد العيشة. وهم بعضهم عوام جهلة. لكن هو ايه? قالوا له ادي البيان للناس. طب ازاي تخلي واحد يتصدد الناس هو مش متعلم. يقدي من ضمن الحاجات التحفزات بتاعتي على جامعة التبليغ والدعوة. انك انت ما تخليش حد يكلم الناس وهو جاهل. يدي له الاول دورة علم كده تلات اربع سنين. يحفزوا القرآن يعرف اللغة يعرف حديث وبعد كده صدروا للناس ولو قولي البيان. لكن للأسف وما ساعات يجيب لك واحد اول مرة يدخل الجامع من القهوة. اول مرة. ويوضيه في صالات العيشة يصلي العيشة. وقال له انت بقى اللي حتقولي البيان للناس. يقف في لخبط ما يصحش. فالمهم واحد من دولك مرة في مسجد قايد باي. انا بصلي العيشة في امان الله. ونوي اروعياتي. كنت بروعياتي زمان بعد العيشة. واصهر فيها بقى. بطلت الوقتي لما عجزت. بقيت اروح بالنهار. عشان احب انا نم بالليل. فالمهم. فالراجل بيقول ايه? لازم نمشي تبع وسط كلامه يعني. وبتكلم كلام بقى عمي خالص. هقول لك زي ما انا فاكر يعني قال ايه? وانا بقومت بقى بقى هدلته. وانا قاعد بقى اليوم بالمرسال. الجهلة دول بالمرسال. دي مهم بيقول ايه? احنا لازم يا جماعة الخير. نسمع كلام ربنا. ونمشيش على هوانا. شفته يوسف ابن متة. لما ما اسمعش كلام ربنا ربنا بهدله ازاي? وخلى. شوف كلمة بهدله. بتكلم على نبي. ايه بهدله ليه ولا? وبعدين يونس ابن متة ده 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 اخوك ولا جارك? ده سيدنا يونس. عليه السلام. ده نبي. تروح تقايم بقى. قلت له اولا سيدنا يونس ده نبي. فلازم تقول سيدنا يونس. وتقول عليه السلام. وما تقولش بهدله. وتقول اختبرهم. اختار الالفاظ اللي تليق مع الانبية. لان ده مقامهم عالي. ولما تتعلم وتعرف ازاي تتكلم. تبقى تقول للناس البيان. وما يصحش كده تعمله كده. وتاني ماشي. زعلوا مني جماعة التبليل. انت كده كسفت وما كسفت. يا ابن انا بدافع عن الانبية يا ابن. بدافع عن الانبية لازم مما تتكلم على نبي تتكلم بادب. فهمت? زي برضو يجوا يجوا يتكلموا على ابونا ادم. ومعصية ابونا ادم واكلوا من الشجرة. يوم ايه? يعني ما يتكلمش بادب. كده يا ادم تاكل من الشجرة وتبهدلنا معك. فيه ناس بتقول كده. ما دي غباوة يا ابني. ديها غباوة. وبعدين ابونا ادم تتقول له يا ادم كده. يا ادم كده حاف. ده ابوك. لو حق الابوة قبل النبوة. يعني ليه حق ايه ابونا ادم ده? حق ابوة وحق نبوة. فلازم تقول ايه سيدنا? او تقول ابونا ادم مسلا. وتقول علي السلام. وبعين كده اكلت من الشجرة بتعيره بحاجة ربنا قدرها عليه قبل ما ينفخ روحوا فيها. ده بيقول اني جعل في الارض خليفة. هو ربنا خلقوا للجنة ولا خلقوا للارض? وقال منها خلقتكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم بترى الروح. يبقى هو مخلوق للارض اصلا. يبقى اكلته كانت مرحلة ليعلم ابناؤه لما يعصوا ربهم يعملوا ايه? ادي كل الحكاية. يبقى كان اكله بالشجرة بيعلم اولاده. لما تعصوا يا اولادي وانتم مش معصومين. قلوا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لانا كنانا من الخاسرين. وما تقولوش زي ابليس ايه? انك اغويتنا. ربي بما اغويتاني. فتنسب النقص اللي فيك الى الله. والى قدر الله. فهذا لا يليق. يبقى ابونا ادم لما اكل من الشجرة اكل ليعلمنا. ثم اكل نسيا غير متعمد. لانه نبي لا يتعمد المعصية. فالف ناسية ولم نجد له عزمة. يعني لم يكن له عزمة على المعصية. فهو بريء. فيبقى هو اكل مخصوص ربنا خلع عليه اينسى علشان يعصى وهو ناسي. علشان لما يعصى وهو ناسي. ويتلبس بأثر المعصية يعلم امته ابناؤه ازاي يخرجوا من مأزق المعصية بالتوبة. ثم لم يرد انه عصى ربه ابدا بعد كده عاش الف سنة. ما وردش عن ابونا قرى من انه عصى ربه لما نزلوا الارض. معصوم. فهمت? فالناس لازم تما تتكلم على الانبياء. تتكلم بادب. ده سيدنا ادم. نبي. فهمت? وهكذا يبقى. ايه? كل ما يبقى من مقام عالي كل ما يبقى الكلام ادب. عشان كده احنا زعلنا من ابن تايمية انه ساعة ما يتكلم على رسول الله يتكلم كلام ما فوش ادب. فهمت زعلنا منه. يعني ايه? في حديث مثلا الحوض. يزاد رجال عن الحوض يوم القيامة. فاقول ربي انهم من امتي. فيقول اولا تدري ما احدثوا بعدك. فاقول صحقا صحقا. الحديث الصحيح. وحديث تاني بيقول ايه? تعرض علي اعمالكم. يعني بعد وفاته بتعرض علي الاعمال. تعرض علي اعمالكم. وان كانت خيرا. حمدت الله. وان كانت شرا استغفرت الله لكم. فام ابن تايمية يقول لك ايه? حديث. الحوض يدل على ان حديث عرض الاعمال عليه بعد وفاته حديث خطأ. وضعيف. لانه لو كانت بتعرض عليه الاعمال ما كانش قال له اولا تدري ما احدثوا بعدك. فهمت? ده طريقة تفكير تفكير بنزيمية. يقوم يقول ايه في التعليق? وهذا يدل على جهل النبي بما يحدث بعد وفاة. شوف نسب كلمة جهلة. طيب يقول مسلا على على فهمك الخطأ. وهذا يدل على ان النبي لا يعلم ما تحدثه اماته بعد وفاته. ماشي. يعني اختار اللفظ اللي يليق. لانه بتتكلم على النبي. ايه يا جهل دي? تهم? فعلى شك كده زعلنا منه. وبعدين حديث عرض الاعمال. حديث صحيح. ولا يعارض حديث الحوض. لان لما ربنا بيقول له اولا تدري ما احدثوا بعدك هذا استفهام ايه تقريري بيقرره. هو انت مش عارف عمله ايه يا حبيبي بعد وفاتك من الاختلاف. ما انت عارف على ايدك. فعلم من هذا الايه الكلام? ان ربنا لا يريدوه ان يشفع فيهم الان. والنبي ماشي مع مراد الله. فقال سحقا سحقا. يعني الان سحقا سحقا. وبعد ما غضب الله يهدى يشفع فيهم ويدخلهم الجنة. لان امته. فيبقى ما يقول له اولا تدري ما احدثوا بعدك يسموه استفهام تقريري. زي انت ما تشوف واحد مسلا مسك ابنه كده وبيضربه. وانت مبارح شفت ابنه بيجتمبوه. فتيجي تقول له هو بيدرب بابنه. ليه بتعمل كده? يقول له انت مش عارف عمل فيها ايه? بيقررك باللي انت عارف امس. مش بيطلب منك مش معنى كده انت كنت مش عارف. لا ده بيقررك. ان دي عقوبة لانك انت رأيته يساءته بالامس. فهمت? يبقى ولا تدري ما احدثه بعدك يوفى منها انها استفهم تقريري. وليس اثبات عدم علم النبي. فهمت بقى زي. لكن الخلاصة انك انت لازم مما تتكلم في جنابي الانبياء تختار احسن الالفاظ. لانه ده افضل خلق ده. فهم? والله تعالى اعلى واعلى.